نيجي فيه برضو قرار كان يخص التبغ أعلم إن موضوع التبغ من مواضيع غير محببة للناس لكن في النهاية هي سلعة وتبع وتشترى وليها مستهلكين ولابد من الحفاظ على حقوقهم التبغ ليه كده دورات في السنة لما بيتغير أسعاره بيبتدي يختفي وأسعاره وتتبع بأسعار غير مهم كنا خدنا قرار مهم في جهاز حماية المستعلك بطباعة السعر على كل عبوات التبغ والمعسل لكن عشان يبقى فيه حرية في التحرك فيها خصوصاً إن فيه مواد بتبقى أمداداتها بتيجي بالستة شهور خمات هواوة فقلنا هنطبع السعر الإلكتروني بالQR فبالتالي حضرتك بالتليفون الزاكي وفيه في مصر ما يتجاوز يعني 80% من الناس تستخدم التليفون الزاكي دلوقتي يقدر يحط التليفون على الQR يعرف السعر بتاع العلبة في لحظتها حتى لو اتغير السعر في لحظتها يتغير في لحظتها هتشوفه في نفس الثانية وإنت تستخدم وده كان أحد الحلول اللي تشرفنا كجهاز حماية المستعلك بأن إحنا طرحنا هذا الحل ولاقى قبول كبير جدا رغم أن القرار ده كان بيقاوم على مدار سنين سابقا بيقاوم من مين بقى؟ طبعا من المنتغين التابع والمنتغين طبعا لأن الحقيقة هي تمثل عليه مخسارة فادحة تصور حضرتك أن أنت النهار ده مثلا عندك في المخازن رصيد استراتيجي ستة شهور وجهت غير السعر وبتقول لي بيع بالسعر القديم الكرسى وفي نفس الوقت على الدولة اللي بتفق الضريب وخلي بالك تاني مصدر للضريب في مصر هي التابع عشان تبقى الصورة واضحة التابع هو اللي بيصرف على التأمين الصحي يعني كل تحكمه متحصلاته الضريبية متحصلات التابع بتصرف على مشروع التأمين الصحي الطموح اللي احنا بنحلم ان احنا إن شاء الله يعني نشوفه وبيتطبق بشكل جيد النهار ده اللي بيصرف عليه هو التابع فالحقيقة لقينا إن الناس التزمت بنسبة تتجاوز ثمانين في المين وروني المنتجات وقالوا لي برضو بسبب الأزمة جابوا لي دلائل على إنه الخمات التغليف وخمات التعبئة والحاجات اللي هي مطبوعة وقفة في المواني بر مش قادرين يجبوها نتيجة حركة اللوجستيات طبعا فطلبوا مد المهلة ثلاث شهور برضو وفقنا لإن كان الاجتماع في إطار دراسة واحتواء تأسير تأسيرات الأزمة والحرب الأوكرانية على الاقتصاد المحلي فكنا عندنا من المرونة إن إحنا ندلهم مهلة إضافية تأسيرات الأزمة والحرب الأوكرانية